من يعيق حضور الدولة في تاعز سؤال يعيد هذه المحافظة إلى واجهة الأحداث مجددا فعلى خلفية استقالة مدير مكتب المالية بتاعز من منصبه ومن عضوية لجنة تسجير الأعمال المالية بالمحافظة تظهر أسئلة كثيرة أبرزها حول معرفة من يعرقل كل الجهود التي تسعى لتثبيت وجود الدولة يقول مدير مكتب المالية أن استقالته جاءت نتيجة لتصرفات بعض مسؤولية سلطة المحلية والتي تعيق أي جهد يهدف إلى تفعيل مؤسسات الدولة وتطبيق القوانين واللوائح ويقول متابعون أن الصراع في المحافظة يتركز حول مصادر الإرادات ومسألة تحصيلها وإن استمرار بعض الأشخاص والكيانات في تأزيم الوضع الداخل للمدينة بات يشكل خطرا موازيا لخطر الميليشيا تتضح الصورة في تعز خصوصا بعد زيارة الوفد الحكومي الذي سعى لتثبيت حضور الدولة وإخلاء المرافق الحكومية من الجماعات المسلحة وإنهاء الصراع حول الموارد والتعيينات فقد كان أبرز ما قام به الفريق الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء عبدالعزيز جباري إلى جانب محاولات تطبيع الحياة في المدينة افتتاح فرع البنك المركزي في تعز والذي من شأنه تحصيل الإرادات المالية للدولة التي كانت تستقطع من قبل نافذين في السلطة المحلية والجيش وتذهب على هيئة إطاوات خارج سياق الدولة ومؤسساتها غير أن بعض الأطراف التي كانت المستفيدة الأولى من الوضع غير المستقر للمدينة وتعمل على استثماره كما يبدو باتت مهددة بخسارة مصالحها الخاصة الشيخ عارف جامل وكيل المحافظة السارف تقول مراقبون أن البنك والمكاتب الإرادية والمالية تتواجه اليوم صعوبات في ممارسة مهمها القانونية في ظل تضارب قرارات إداراتها مع ممارسات وكيل المحافظة عارف جامل رئيس حزب المؤتمر الموالي للشرعية الذي تشير ليه أصابع الاتهام بأنه بات يخضع لإملاءات أبوظبي تعز التي لا تزال مكبلة بغياب المحافظ بل إضافة لضعف أدايا الأجهزة الأمنية بدأت تشهد معوقات في تطبيع الحياة تصل إلى تعقيدات تشبه تلك التي أوجدتها الإمارات في عدن وهو ما فسره مراقبون بمحاولات مكثفة للإمارات لفرض واقع جديد في المحافظة التي ظلت عصية على الجميع بما في ذلك رفض تشكيل قوات أمنية تسعى لتمكين موالي لأبوظبي بفرض سلطتهم على المدينة